طب انا عايز اسألك السؤال التقليد وده يودينا اللي احنا بنحكي عليه ده ده يودينا لأعلى نسبة مشاهدة المسلسل شفت التيرند عمل ايه؟ شفت اللايف عمل ايه؟ شفت الدولارات اللي بتيجي من المنصات خلت البنات عملت ايه؟ شفت البنات راحوا فين؟ اتسجنوا بنات في عمر الظهور اتسجنوا ليه؟ عشان غباء وسوء استخدام السوشيال ميديا انا هروح على اعلى نسبة مشاهدة تحديدا كمسلسل وانا اصلي مش من انصار دايما اللي هو ايه؟ تعالوا نتكلم عن المسلسل ولا الاتنين ولا التلاتة اللي قامت بيهم انتصار في الموسم ده يعني انا عايز نقعد نتكلم كتير في حاجات كتير وممكن ما بقاش يبدو ان ليها علاقة ببعض لكن الترابط جاي او لقطة الترابط والاتقاء جاي من عند انتصار نفسها بس انت رعب ديش برضو على السؤال اللي انت سألتهوني انهم ليه اساسا بيعملوا كده يعني ليه بيعملوا اللي هو الخبط والاسئلة السوداء تريند برضو صح الناس لو انت دلوقتي المزيعة وانا اضيفها هو الناس السوشيال ميديا بوزت لها دماغها اكتر مما يجب فوصلت الناس لمرحلة انه كله اصبح حلمه انه يبقى نجم مشهور مهما كان التمن وهل هو صحه ولا غلط زي ما انتم عملتوا في المسلسل ده صحه ولا غلط يبقى الاول اطلع تريند فيفرح فعاوز اطلع تريند تاني فبقى اتعاملة زي الادمام مخدر او امار فاعلي وعاوز يكمل يكمل يعلم وليسلام سالم لو ده بيجيب له فلوس فيبقى ميت فل واربعتاشر وقال انت يجي يقولك هو انا بعمل حاجة حرام هو انا بس رأة اه انا في وجه اتنظري اه لان الفلوس السهلة انت بتبوز قدمغة ناس الفلوس السهلة مش دايما ومش امان فيش حاجة اسمها فلوس سهلة اول ما جيلك فلوس سهلة خاف ايه لا خاف قول ليه فيه انا عملت ايه او انا رايحة لفين فلوس سهلة ومتكررة كذا مرة اعرف انك رايح الهلاك في حاجة مش اللي هي انت لابس لابس يا فندم طيب انت اللي حببك في التمثيل هو المسرح المسرح دنيا كبيرة دنيا عظيمة المسرح المعلم الاول للفنان واي فنان خريج مصرح مش خريج مصرح يعني خريج معهد يعني اتربى في المصرح فبيسموه خريج مصرح لا تقلق عليه ابدا ولا تقلق منه ارميه في اي حتة حيبقى حاجة بديعة ده لا بيتلعسم ولا بيغلط ولا عارف كل ادوات وملكها والله بقى لو كان كوميديان بقى يا سلام امبراطور الارتجال ده يا سلام عبقار يوقف معاك ليه لانه طلع من المسرح شفت بقى المسرح ليه ابو الفنون وليه المعلم الاول بدأتي تمثيل امت ايه بدأتي تمثيل امت اه بدأتي تمثيل اه بدأتي تمثيل اه في عدادي كنت مسكى الازع في المدرسة اه فاحساسي الازع ده لقوا مسكى الميكروفون بقى مسيطرة ولازم اجي بدري دي كانت اسخف حاجة بالموضوع طبعا كل العيل بتجي في معادها يعني كل عيل بتخش المدرسة من سبعة سبعة ونص انت لازم بتجي ستة ونص واللي ماسك الازع المدرس غتيت بقى بسحى بدري قوي فبيجينا بدري قوي عشان بقى يرتب الكرآن الكريم ونبدأ وحكمة اليوم ونشرة الأخبار ونشرة الأخبار أهم الأخبار التي وردت في فتلاقيه بقى جاي ومحضر بقى بيان بيان وزاري في ايده فتخيل بقى وانت جاي مش شاف قدامك طالب جاي قبل كل زمالك دينا ضلمة عشان تاخد الورقة من المدرس وتلحق توصي فيها بس انت العايزة كده ممكن بقى تقولي مش يعني فرحانة بالميكروفون بس ده علمني حاجة بقى ايه افدتني بعد كده وقيا سرعة الحفظ اوكي والقدرة على الارتجال فيما معناه طالما فيمت المعنى والمحتوى بتاع المدوع خلاص يعني مش عزي ما عدى احفظ قبلها بيوم لأ أنا كفاءة ان انا بص في الورقة كده عشر دقيق خلاص انا مش محتاجة بص في يدين يعني مش عزي ما عدى احفظ وشطب وحط أرقام طب ده انت بدأت مزيعة بقى بدأت بميكروفون ومش عايز اقولك الميكروفون ده كان بيجلج للعمارات المجاورة مش المدرسة بس فتخيل بقى العمارات دي كلها وافت بسمعني فكمان تعودتي بعد دي جمهور جمهوري في البلكونات طبعا بحد الصاحي ساعة سبتة ونص وسبعة ونص بس احساسي ان حتى لنايمين جوه البيوت بيسمعوني زميل الطلبة بيسمعوني ومن الإزاع المدرسية دخلتي بقى فرقة المسرح بتاعت المدرسة في السنة ويبقى عملنا بقى قس وليلة وحاجات كده بتاعت الولاد وفي المدرسة وبعدين بعد كده في على فكرة في الجامعة مروحتش مصرح الجامعة خلاص اه ساعات بلايه معلومة كده مكتوبة عني بس انا مروحتش مصرح الجامعة انا يعني لا وكانت بداياتها بالمصرح الجامعة ايوه جملة كده تحسني يا سبتة دي بتاعت موجودة في كل حيات عايز اقول مش انا يا جماعة ده فيه حاجات كتير عايز اقول مش انا ده فانا لازم اكتب تاريخي بنفسي بعد كده ايه اكتر الحاجات صحيح اللي لما بتقريها تقولي لا المعلومة غلط ده مش انا بدأت في مصرح الجامعة بالكلية انا بدأت السينما وانا فيقولها كلية اساسا يعني جيت مثلتي في السينما اوكي ده كان فيلم ايه ايه فيلم اسمه المقامر بعدها بقى اشتغلتي مصرح محترف يعني مصرح لا المصرح جيه في السك وانا رحبت بيه يعني جيه في طريقي كده اللي هو مش هتشتغل المصرح اه يلا بينا فاروح المصرح امسك مصرح هي لقيتها بقى لا دي لعبة حلوة قوي بقى لا وتمشي على المصرح كده والجمهور والبروفات والحفز والدخلات والكيوهات وزميلك جوه وانت وايه في الكلوس عشق الحياة بتاعت خشبة المصرح عشق دنيا تانية يعني تحب المصرح اكتر من السينما طبعا ده كفاية بس السطرة تفتح بس وتسمع يعني البداية بتاعت المصرحية قلبك يدق كده وتحبيه اكتر من السينما والتلفزيون هو انا بدايتي سينمائية وتشهرت على مستوى السينما بس طبعا لا احب المصرح ده نم رواح لا لا اصد ده تحس ان هو بالع كل حاجة جوه يعني تحس جوه كان هم راموا السينما جوه راموا الازاعة جوه راموا الصحافة جوه كل حاجة جوه هزيه البوطقة بتحس ان هو كانه بير كبير كده اللي بيخش جوه بيتعلم مش عايزة مجد في المصرح اكتر من كده لان الناس هتحب المصرح اوي بقى احنا هزينهم يحبوا المصرح اوي فالمصرح يتشجع اوي فيبدأ يرجع تاني اوي 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 انت جميل ما سلت وانت صغير انا انا كده عمل ادوار تهلك من الدحك اه اه قلتني اه يعني ادوار كارسية بصراحة يعني ممكن مثلا تلاقييني واقف اللي هو الشخص اللي بيضرب حد وكده هيختفي تاني ازق حد انا كنت طول عمري عيل مكلبس جدا فكانوا يستغلوني في اي شيء ما متعلق بالقوة بس جوه المصرح اه يعني مصرح المدرسة بس فتلاقي حد اللي هو المدرس اللي بيخب وصالي لك هاتوا بس يوسف عشان هو اللي هيزق فلان بس يعني معميش حاجة يعني طب ليه نظرتك ليه ان انا مجرد بقدم بيزق حد يعني شيء غريب جدا حتى لما كانوا ياخدوني انا بعرفش العب كرة كانوا ياخدوني في الفرقة بتاعة الكرة بتاعة المدرسة في منتخب المدرسة لما هيبدأوا يتيزموا نزل يوسف بس كنت وقتها بقيت خلاص بقى بلعب بغيضة وكنت وقت جامد جدا ولك نزل يوسف دفاع اللي بقى ان كان عندي نظرية الكرة تعدي العين ما يعديش فالله ولك نزل يوسف دفاع هيكسر نص الفرقة فخلاص وزر بس مش حد يبنزل لموهبة ولا في الملعب ولا في الفن ولا في الملعب ولا في المسرحات بتاعة المدرسة بلاش هقولك مرة او كزا مرة خدوني في الفرقة بتاعة الموسيقى كان عندي مدرس موسيقى ده متقيل تقل ويحبط اي موهبة شفت الحاجة الوحيدة اللي كان بيستخدمني فيها ايه عارفة انتي كده يبقى في بتاعات عاملة زي الشيكرز كده زي شخشيخ عملاقة الوحيد اللي قادر يشيلهم انا ايو ما اخالي ووسف يمسك البتاعات دي فانا بس انا ودني مع الايقاع بظبوطة فانا ماسك الايقاع تاك 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 لمجرد ان انا ضخم الجسة اللي موجود بس بس ولا بس انك ممكن تبيانه ممكن ما دي بغضو مش صوابع بيانيست بصراح اي اي استحالة اي حاجة انا حاولت اتعلم ما عرفتش بغضو بامانة لكن في المدرسة انا حسن منها تضيف دلوقتي لكن انا كنت طول الوقت دا من رئيس الاتحاد طلبة المدرسة في الابتدائي اعدادي اه في قيادة هنا سنوي في مصر يعني ووسط اتعلم رئيس الاتحاد طلبة الطلاب المدارس اه فعلى مستوى الجمهورية كلها اه وطبعا استحوزت على الاذاعة المدرسية وطبعا استحوزت على مجلة الاتحاد الطلبة استحواز هو كده اشوال استحاد الطلبة ايوه ايوه سواء انفع ولا منفعش انا قلدغ اه في حرف الره اه انا بنطق داب العافية بالتعليم اللي علمتني الله يرحمها يا رب يا رب يا رب اصد صديق حياتي فقبل قبل ما تعلمني لما جيت هنا التلفزيون فقلدغ بقول اذاعة المدرسية كل يوم وانا قلدغ عشان انت صباح الخير عليكم عشان انت فردة هو كده وبعدين على قيمي كان رونالد ريجن هو اللي بحكم امريكا فانا صرح رونالد ريجن خبر اليوم من جويدة الاهرام اه خبر اليوم من جويدة الاهرام يعني ايه اللي افترى ده فكرتني بالاذاعة موزيع الدغ يعني فاشل اه مشكلة بس برضو مصدر قوة برضو اسكاريزمة مسيطر خلي حد يقول في العيال بقى في المدرسة يفتح بقه عشان الاذاعة المدرسية هتخلص انا مستنيك اه مردك بالجسة اللي بشيليش خشيخ ايه فاكيد اكيد يعني اعرف ازبوطك يعني انت استغليت الحاجة اللي نبهوك فيها استغليتها انت بعد كده افترى نبهوك اهو ان الجوة تفتوة انا عايز اقول لك بقى ازيها برضو اصرت فيها ازاي برضو كويس ان افتكرنا ان الحاجات اللي بتحصل في المدارس بتدلك على نفسك في حاجات كتير اه يعني بتدلك انت رسام لا انت موهوب انت شاطر في الدراسة شاطر في الكيميا شاطر في الفيزياء من المدرسة المدرسة قتلتك انت خلصت خلاص المدرسة نبهتك احتمالته بحاجة عظيمة بعد كده لما تخرج وارد وارد المدرسين اللي في ابتدائي وعدادي والسنوي مدرسين مهمين جدا في المرحلة العمرية بتاعتك طالب طبعا الازاعة دي اللي هما الدهاني يعني انا مش فاكرة انا اخذتها ازاي نبهتني لصوتي ان صوتي مميز انك انت صوتك مميز انا مكنتش اعرف وقدر على انه يتحرك يعني تقدر يتلعبي بالصوت تعلي في خبر توطي في خبر الاخير واقدر اعلي صوتي قوي اه فعرفت فبعد كده فهمت ان انا قادر اشتغل مصرح من غير الميكروفون من الازاعة بتاعت عدادي صوتك مدرب مدرب ومميز حاد يعني تميزه بالسهولة فاول ما انتصار بتمسك الميكروفون خلاص انتصارل على الميكروفون دلوقت اه بعد كده قالوا ايه ده احنا بنعرفك من صوتك فعرفت ان انا في الازاعة ليه المدرس سابني اعود كل تاني عدادي اني افضل مسك الميكروفون مسكوية الازاعة اه اه لان لو الصوتي وحش والصوتي اي كلام ما كنت ما كنتش هافضل في الازاعة اه في عائلة صوتها موزعج قوي ما تت انتوا مش هايزة تفتح بقها يعني قضيها رمش معنيك تفتحيش بقك ده واذنك تتأذى اه عارفة سعيد صالح هنحدفكم بالطوب هو كده يعني في عيال كانت بتطلع بس دولك انا تخلصت منهم ايام ما كنت انا في الازاعة المدرسة تخلصت منهم كلهم من كل الازاعة الازاعة موزعجة الازاعة النشاز تخلص منهم يعني قالوا خلاص بص انت مش تطلع تاني ليه كده خلاص الموضوع منتهم ما هو يا كده يا هيتضرب يعني ما اه برضو نخلص اه قد يتزعج الناس ازاعة المدرسية اي طب ما انت لدخ ملكش دعوة يعني انت غريب اه يعني انت لدخ هو طبع الحسن الصوت بالنسبة للميكروفون مطلوب واساسي احسن اطلق بالنسبة للتلفزيون مطلوبة واساسي اه مش عافة احسن مش عافة الاختيار في ايه انا مطلوب مش عافة الودن النظيفة الموسيقية الحساسة اللي عندها طرب قلت لازم المطرب فما نجيش يا جماعة عند حاجات اساسية لوظيفة اساسية ونقول لا دي مش موجودة وحغني برضو ما هو مش بالعافية مش كل الناس عندها الشطرة بتاعتك دي في فيلم الكيف ومين اللي ها غني يا سامزا جانجي قال له انا اللي عبس رجريب بصوتي ايوة فلو عافية بفلوسي ايوة مش كل الناس زيك بارت اللي هو عافية يعني لا لا كانش ايو برضو انا كنت موهوب في الموضوع من وانا صغير بشكل او باخر لعل يعني ده ساعدني فيما بعد بس احنا في النهاية يعني انت باليتنا احنا بكل الحاجات اللي حصيت في الطفولة باليتكم يعني احنا يعني استقبلناك في تلفزيون المصري الله يخليك الله يخليك والله يبصي الفضل في ده بصراحة يعود لاتنين عمر ايمان ساهم في حياتي ابدا وستاذة صنق منصورة بناديا الصحة لان هي لو صح تعبير الاكتشاب هي اللي جابتني وستاذة صديقة حياتي الله يرحمها يا رب هي بقى اللي تعهدتني بالتدريب وبالتوجيه وبالتربية لحد ما توفت وانا كنت بقى خلاص يعني كبرت وشعري بيض ومسلا فاكلمها اتطمن عليها او تروح انت يا ولد عملت كذا 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 وانا كنت حب اقول لها يا سوسو اقول لها اصلي يا سوسو ما تحذرش انا بتكلم جد دلوقت وشفت نبرة صوتها قدية بحب صوتها جدا يا خبر عليها لازم نبعت لها تحية النهاردة لازم وضروري طيب هرجع تاني هرجع تاني بقى الموضوع المسرح واهمية المسرح وايه الحلول اللي ممكن نقدمها المسرح هو حل بسيط جدا حل واحد على فكرة باكده تحط بعد منه مليون حل من غير ما نكون بننظر يعني لان انا اشتغلت مسرح كتير برضه وعندي يعني شوية يعني يعني تعليقات على حاجة بتحصل قدامي ان عندنا اصول الثقافة واصول الثقافة جواها مسارح طبعا ومنتشرة في الاقاليم كل حتة هو انتوا ليه مش بتعملوا عروض جوا الاقاليم بعروض القاهرة الحلوة المنورة دي ما يبقى تارجت اسوان نقصر المينيا بني سويف اسيوت طبعا المسرحية مقيمة هناك ثلاث شهور تمشي تروح مسرحية تانية مقيمة هناك ثلاث شهور مش هنكتفي ان بتوع اسيوت بيعملوا في أصر الثقافة مسرح لا ان نجيب لهم العروض المنورة بتاعت القاهرة اللي لما بيعرضوها هنا بيشتكوا انو ما فيش جمهور بيدخلهم لا يا حبيبي عشان الجمهور القاهرة مكتز بالمسرح يعني متشبع راح او ما راحش مش فرقة معي لان كده كده يبقى فيه مسرحية تانية او تالتة او ربعة فيه السينيمات عنده تشبع عنده تشبع ابعاتوا المسرحيات دي على الاقاليم والممثلين بيتمنوا بيتمنوا مستعد يروح بس هم مش بيفتحوننا أصور الثقافة مستعدت تروح تقعد في أصيوت ثلاث شهور ده ممتع هتيجي تقول لي مانع كان عندي تصور فيلم بس يسبب 4-5 ديار مدى الشغل برضه شغل عندي ما هو شغل عن شغل هيفرق لانه فيه فلوس أرجان لا لا ما هو بياخد فلوس برضه في أصيوت وحيبقى بيتفرج على جمهور الأقاليم اللي هم ما شافوش في القاهرة فيبقى عنده متعد ان يكتشف جمهور جديد وناس جديدة بدليل ان هم بيروحوا يعرضوا في الأردن ويروحوا يعرضوا في دبي ويروحوا يعرضوا في المغرب ليه عايزين يشوفوا جمهور آخر ناس تانية بتستقبل مسرحياتهم دي ازاي فمتع للفنان ان هو يعرض في أماكن مختلفة فلازم يفتح وصوله الثقافة ويعملوا جواه عروض في الأقاليم ما يكتفوش بعروض في القاهرة بس ماشي تنتشر بقى في كل أقاليم مصر حل هو عادي جدا على فكرة حل بسيط وكل الناس عرفه بس لازم يتفعل